لأن الكلام فيه فترة طويلة فضلت أقرأ وشوف إيه اللي بتكتب ووجهات النظر سواء الإيجابية أو السلبية ملف التدعمات ملف الصفقات الأهلي جاب صفقات كتيرة لا جاب صفقات قليلة هل الأهلي غطى المراكز اللي ممكن يحتاج فيها لعبين جدد عشان يستعد للموسم الجديد ولا لأ أنا قلت دايما المعيار بالنسبالي التاريخ عمر تاريخ النادي الأهلي ما كان بيتكلم على الكم أنا جايب كم صفقة عشرة خمستاشر عمر الأهلي ما دخل موسم وجاب الكم ده فيه أندية دايما متعودة على كده وفيه جماهير أندية تانية متعودة على كده لكن الأهلي عمره عمره معاود جمهوره اللي أنا أخش موسم جديد وأشتغل على فكة أنا محتاج 7-18 صفقات هيطلع الناس وتقول ما هو تقال إن إحنا محتاجين تدعمات قوية آه بالفعل كانت فيه تدعمات قوية أنت محتاجها بس التدعمات القوية هل أنت تعرف الجهاز الفني عايز إيه أو اللجنة التغسيط محتاجة كم صفقة أو بتتكلم في كم مركز ما عندكش المعلومة لأن المعلومات اللي هذه دي لازم تبقى معلومات سرية ممكن محتاج تدعمات قوية بس في 3-4-5 عناصر ممكن محتاج تدعمات قوية في بعض العناصر الشابة عشان السنوات اللي جاية لكن في نقطة مهمة جدا في فترة من الفترات قبل ما أخش بقى أتكلم بقى على سكواد الأهل الحالي اللي لعبت 2 نهاية إفريقيا أو 3 نهاية إفريقيا آخر 3 سنين وبينافس رغم كل الصوابات وعدد المباراة اللي لعبها قبل ما أتكلم على سكواد وقدامنا التمرير وقدامنا اللعيبة اللي أنتوا شايفينها يمكن أبرز لعيبة موجودة في الدورة المصر حتى وفي البطولات الإفريقية في آخر 3-4 سنين فيه مسابق الدورة أبطال إفريقيا تتذكروا في سنة بالسنين الأهل كان عنده عماد متعب وكان خلاص على خطوة أن يضم عمر زاكي والصفقة ما تمتش هل الأهل وقف على فكرة أنه ما ضمش عمر زاكي فخسر بطولات إطلاقا بالعكس ده المنافس اللي خد عمر زاكي ما عرفش يفوز ولا بطولة خسر دورة وكاس وأفريقيا وانت بعمد متع وبالجيل اللي كان موجود كسبت الدورة والكاس وأفريقيا في فترة من الفترات كان محمود فتح الله أبرز مدافع في الدور المصري مع مدافع النادي الأهلي وكان كابا قوسين أو أدنى من الانضمام للأهلي ومع ذلك ما نضمش للأهلي هل الأهلي وقف على صفقة محمود فتح الله بل بالعكس الأهلي فاس بكل البطولات اللي نفس فيها في الفترة اللي محمود فتح الله انضم للفريق المنافس أنا عايز رسالتي توصل للجمهور بمعنى إيه اوعى تحكم على موسم انتقالات بعدد الصفقات أنا نظريتي كده من زمان مش من دلوقتي لأن أنا بغطي أخبار الأهلي من سنة 2005 ومن 2005 لـ 2022 بنتكلم في 17 سنة شفت دروس كتيرة قوي في موضوع الصفقات تحديدا في أسماء بيتقال عليها كلام كبير وبروباجندة وبيتدفع فيها أرقام كبيرة وتنضم وبتحققش الهدف اللي انت عايزوا منها لكن ممكن في مرحلة تضم 4-5 لعيبة توصل للنتيجة اللي انت عايزها ليه بقى بقول كده انت بص على الاسكوات وخيمة الأهلي حرصة المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء لما الشناوي جاب وليه بعلي لطفي أجاد وأجاد في مباراة أمام الزمالك وتصدى لركلة جزاء أمام الزمالك وفي أي توقيت بتختار علي لطفي بيكون مميز عندك مصطفى شبير أجاد وظهر بشكل رائع وفي نهاية الموسم اللي فات أنا قلت كده نصا الأهل عنده أسود في حرصة المرمى هل في حرص تاني؟ لا هل في حرص منافس في أندية منافسة بينافس الشناوي لحرصة مرمى المنتخب؟ اطلاقا مش موجود لما بالتالي انت في المركز ده عندك أحسن حرص في أفريقيا وبالفعل هو أفضل حارس أو أفضل لاعب في دور أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة ده مش كلامي ده كلام الاتحاد الإفريقي الجايزة اللي خادها محمد الشناوي خش على خط الدفاع عندك محمد عبد المنعم أيمن أشرف عندك رامي ربيعة وعندك كمان أكتر من لاعب كمان داخل الفترة الجاء أبرازهم كمان محمد مغربي عندك ياسر إبراهيم في فترة من الفترات محمود متولي كمان عائد من الإصابة إن شاء الله ويكون جاهز بشكل أساسي في المسلم القادم لكن في فترة من الفترات لما تبص على خط الدفاع منتخب مصر انت قدت بتلاقي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بتلاقي أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم حتى في المباراة الفصلة بتاعة السنغال تصفيات كاس العام لما كارلس كيروش حاب يشوف مدافع بديل جاب رامي ربيعة من الأهلي فأنت بالتالي أفضل خط تدفاع عندك هو دفاع النادي الأهلي أفضل خط تدفاع في الدوري كان دفاع النادي الأهلي آخر عشر مباريات في الدوري كم هدف دخل مرمى النادي الأهلي بالمقارنة بالفرق المنافسة مفيش خش على الجابهة اليسرى عندك علي معلول زهير أعيسر منتخب تونس كريم فؤاد موجود في منتخب مصر خش على الجابهة اليمنى محمد هاني في أقرم توفيق هو بعد عودة أقرم توفيق أحد اللعيبة اللي كانت مصابة وغابت فترة طويلة جدا والمنتخب تأثر بغيابه هل بعد أقرم توفيق ممكن تدور في الدوري المصر على زهير أيمن؟ طلع لزهير أيمن من الدوري المصر في إمكانيات أفضل من أقرم توفيق مش هتلاقي أنت بتشتغل على سوق انتقالات داخلي مين اللي متاح في الدوري المصر أنت شايفه كويس بخلاف فرق المنافسة اللي بتصدر الدوري سواء الأهلي أو الزمالك أو بيرامدز عاكلها كله شبه بعضه فبالتالي أنت في النهاية أنت مش محتاج اللي أنت تجيب عشر صفقات كل سنة مش محتاج ده خش على وسط الارتكاز عندك عمر السلية حمدي فتحي اتنين وسط ارتكاز ومنتخب مصر معاهم أليو جانج لعيف منتخب مالي ممكن تستفيد بأكتر من لاعب في هذا المركز سواء أفشة أو أكرم توفيق تبص على الناحية الهجومية جبت برونو سافيو لاعب برازيلي واستنوا وشوفوا مستوى برونو سافيو الفترة اللي جاية بعد توالي عدد من مباريات ما تحكموش عليه من أول ماتش وما تصدقوش بعض الناس اللي تقولك الرجل مش مختنع به مرس الكولر كلام ده مش حقيقي كلام ده كله كلام هقص أنا بقول لكم كلام مش حقيقي وكلام كله الهدف منه هو يهز سقط جماهير الأهلي في فرقته بالإضافة لده عندك طاهر عندك حسين الشحات عندك محمد مجدي أفشة عندك لعيبة كتير عندك برستاو لما يرجع لمستوى إن شاء الله ويعود من الإصابة هيكون لعيب مميز جدا أحمد عبدالقادر من كتر الأسامي المميزة أنت ممكن تبقى شايف قايمتك في كل مركز عندك اتنين وثلاث لعيبة والله أنا الكلام ده بقوله من نهاية المسلم الماضي مش بغير كلامي ولا بدي مبررات لحد بس جمهور الأهلي اللي هو دايما هدفه وخوفه على مصلحة الأهلي في المقام الأول مهم جدا نحن نذكره بالتاريخ في فترة من الفترات الأهلي كان داخل في صراع على صفقات مع العيبة أساسية في منطقة مصر ومنضمتش والأهلي فاز بالبطلات الإفريقية والمنافس خسر قدامك في كل البطلات الإفريقية فالعبرة مش بالصفقة وبإسم النجم وقيمة ومكانة الصفقة اللي أنت هتجيبها العبرة أنت الاسكواد بتاعك والقايمة بتاعتك والجهاز الفني هيشتغل إزاي في الموسم ويحضر الفترة اللي جاي خش على خط الهجوم محمد شريف هدى في الدوري الموسم قبل الماضي شادي حسين أبرز لاعب أو أبرز مهاجم في الدوري السنة دي برونو سافيو ممكن يكون لعيب سترايكر ورأس حربة عندك أكتر من لعب مميز في أكتر من مركز أنت دعمت بشادي حسين جبت برونو سافيو وفيه كمان لعب صاعد مصطفى سعد بلعب في المنتخب الأولمبي وفي نادي السيراميكا أصبح حاليا لعب فيه صفوف النادي الأهل هيكون أحد الركاز الأساسية في خط وسط الأهل خلال الفترة اللي جاي سيبك من كل ده تعال عند اللعيبة الصاعدة اللعيبة الناشئين شوف أنا بقولكم أسماء القيمة وأسماء اللعيبة بدون ما بصوا في ورقة لأن أنت عندك نجوم مش محتاج تقرأ ورقة عشان تعرف مين موجود ومين مشي أو مين هو النجم ومش النجم أنت عندك قيمة قيمة محترمة قيمة فريق مميزة لعبة ثلاثة نهاية دوري أبطال إفريقيا لقدر الله المسلم الماضي لما خسرنا الدوري بظروف كتيرة جدا والله العظيم كان أبرزها التحكيم والله العظيم كان أبرزها التحكيم لكن في نفس الوقت كتير جدا جيت في نهاية الموسم عمر السلية اتصاب محمد شريف جات له إصابة أكرم توفيه في شهر يناير كان مصاب حمد فتحي جات له إصابة محمد الشناوي غاب بسبب الإصابة برستاو غاب بسبب الإصابة كل دي كانت إصابات هترجع وتكون معاك في الموسم الجديد طيب اللعبة لله الساعدة لأن في نقطة عايز أتكلم عن اللعبة لله الساعدة للنادي الأهلي من قطاع الناشئين واتكلم عن المراحل السنية لأن معنى أن أقول لعب ناشئ أو لعب صاعد يعني 2003-2004 إحنا فترة من الفترات كان بيتقال على لعبة صاعدة في فرق منافسة مولد تسعة وتسعين وألفين يعني لعب عنده 22 سنة 23 سنة وبيتقال عليه لعب صاعد لكن تعال بص اللعبة الصاعدة في الأهلي اللي هتكون موجودة في السكواد والقايمة الفترة اللي جاي رافض خليل موليد كام رافض خليل 2004 بنتكلم على كمان محمد أشرف 2002 ميدو نبيل 2004 أحمد نبيل لكوكا وللعب فترة طويلة لفترة للموسم الماضي 2001 هلو أنا بتكلم على اللعبة الصاعدة محمد مغربي 2001 هل أنا بتكلم على حد فيهم موليد 99 ولا 2000 ده أنت بتكلم من 2001 ل2004 بصوا على مبارك قطاع الناشئين الفرق اللعبة دي لما كان بتلعب في القطاع مع الفرق المنافسة كانت بتكسبها رايح جاي كانت بتكسبها رايح جاي فللأسف للأسف في بعض المعلومات بيتم طرحها على السوشيال ميديا وعلى الإعلام بتهز سقط جماهير الأهلي في لعبة النادي الأهلي لكن صدقوني والله أنا حضرت التاريخ على مدار 17 سنة جوى النادي الأهلي عمر الأهلي ما دخل قيمة أو دخل موسم انتقالات بعشر خمساشر لعيب في فرق تانية بتعمل ده في فرق تانية بتعمل ده لكن الأهلي عمره مع عمل ده ولما بيحتاج بيشوف احتياجاته إيه وبيدعم ممكن يدعم بتلاتة يدعم باربعة يدعم بخمسة لسه فترة الانتقالات هتنتهي يوم 10 أكتوبر فجمهور الأهلي المفروض الدور المنود بيه وهم عارفين ده وهم أكتر ناس حريصة على النادي الأهلي أكتر مني وأكتر من أي حد بيتكلم لأنهم ملهمش مصلحة جمالي النادي الأهلي مصلحة حاجة واحدة بس تشوف فرقة الأهلي أفضل فرقة في الدنيا وأعتقد دي مصلحة يعني مجردة من أي شيء تاني الناس دي بتنتمي للأهلي انتماء غير طبيعي وبالتالي خايفة على الأهلي لكن دلنا أننا نوضح لهم التاريخ قال إيه مع النادي الأهلي والموسم اللي جاي هيكون موسم إن شاء الله بإذن الله بعد التحضير ليه هيكون موسم جيد وهيكون فيه تغاضي عن كل الأخطاء اللي حصلت في الفترة السابقة ولكن ما تنسقوش وراء بعض الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا لأننا قبل ما أدخل هوا أحد نجوم الفرق المنافسة وفي إعلام الفريق المنافس بيقول لك صفقة قوية النادي الأهلي هيبرمها خلال الساعات اللي جاي هو فرحان أو الأهلي هيبرم صفقة بالعكس هو عايز يطلع لك كده حاجة بأشرارة عشان لما بتحصلش بكرة وبعده فتعمل لك أزمة بصوا على صفقات الفرق المنافسة وانت تعرفوا انتو فين وهم فين هتعرفوا انتو فين وهم فين ركزوا على المنافس أكتر ما تركز على اللي بيحصل عندك زي اللي بره بيعمل كده عايز دايما يحطك انت تحت بقرة الاهتمام عشان دايما كل كلامك على النادي الأهلي ويبقى الكلام بقى إما إيجابي إما سلبي وبعض اللي جال للأسف هي اللي بتتصدر المشهد جمهوري الأهلي دايما هو اللي موجود في المدرج وانا دايما باخد وجهة نظر جماهير الأهلي من الانطباع اللي بشوفه في المدرجات لما تبدأ المباريات وان شاء الله السنة الجاية هتكون سنة خير على النادي الأهلي بعد ضياع الدوري الموسم الماضي لكن ان شاء الله فيهم نفسها قوية على الدوري والبطولة الإفريقية